تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أيده الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة وقد أعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهنيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على هذه الدول وشعوبها بوافر نعم الخير واليمن والبركات وأن يرفع عن الجميع وباء جائحة فيروس كورونا وعودة كافة الأمور إلى طبيعتها لما فيه الخير للبشرية جمعا ترجمة نانسي قنقر